نروح لنادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف آخر الأخبار والمستجدات من خلال زميلتنا العزيزة مريم سميح مريم صباح الفل عليك اتفضلي مصبح عليك يا كريم وصبح عليك يا نهوند وصبح طبعا على دفكم العزيزة الأستاذ سامح سميرة الناقد الرياضي وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الأهلي في الجزيرة هيكون فيها معنا طبعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي سواء طبعا الفريق الأول لقرة القدم أو الرياضات الأخرى خلينا طبعا البداية مع الفريق الأول لقرة القدم تحت قيادة مستر مارسل كولر اللي قرر بعد مباراة الداخلية طبعا أمس اللي فيها تعادل واحد واحد وذي كانت المباراة مؤجلة من الأسبوع العشرين من الدوري قرر طبعا مستر مارسل كولر أنه هو يمنح اللعيب 24 ساعة راحة سلبية من التدريبات وهيستأنف بكرة وبعده التدريبات بشكل طبيعي طبعا ده استعدادا لمباراة القطن الكاميروني اللي هتقام يوم السبت إن شاء الله المقبل على السيد الأهلي والسلام فيه تمام الساعة السادسة مساء وطبعا مباراة الأهلي والقطن الكاميروني هي مباراة مؤجلة من المرحلة القورة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ده طبعا فيما يتعلق بالفريق الأول لقرة القدم من نادي الأهلي بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا في مباراة القطن الكاميروني خلينا بقى ننتقل لألعاب الأخرى وفريق الماسترز طبعا رجال طائرة الأهلي الحقيقة أن احنا شايفين في البطولة العربية أداء كبير جدا خلال الفترة الماضية وطبعا زي ما احنا شفنا مبارح فوز النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي طبعا أمام السيب العماني بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء بكده يكون النادي الأهلي أو ماسترز النادي الأهلي تأهلوا للمباراة النهائية أو نهائي طبعا البطولة العربية هيقابل فيها نادي النصر البحريني وهتقام غدا إن شاء الله على صالة 2 باستاذ القاهرة طبعا يعني زي ما احنا تبعنا مبارح النادي الأهلي فاز في 3 أشواط الشوت الأول كان بنتيجة 25-18 الشوت الثاني 25-22 والشوت الأخير 25-15 بنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي أو رجال طائرة الأهلي في مباراة الغد إن شاء الله أمام النصر البحريني ويعني يحرز كأس البطولة العربية كمان يعني سيدات طائرة الأهلي عندهم مباراة أهمة جدا أمام وادي دجلة غدا إن شاء الله الخميس هتقام على صالة رقم 4 باستاذ القاهرة ده طبعا في الدور قبل النهائي بالدوري ده طبعا بعد ما قدروا إن هم يفوزوا في المراحل النهائية أو في الفترة يعني الماضية وكانت آخر مباراة ليهم أمام الظهور اللي قدروا إن هم يكتسحوا فيها هذه المباراة وبكده إن شاء الله بكرة هيلعبوا إن شاء الله وادي دجلة في تمام الساعة السادسة مساء خلينا بقى وآخر أخبارنا النهاردة يعني فرق السباحة بالنادي الأهلي سواء عمومي أو نشئين ونشئات هيا قدروا إن هم يحصدوا الدرة العام لبطولة منطقة القاهرة طبعا الشتوية للسباحة واللي اختتمت فعلياتها على استاذ القاهرة أمس وقيمت طبعا الفعاليات في البطولة أو في المرحلة الأولى في النادي الأهلي بفرعة مدينة النصر والحقيقة إن هم حصدوا المراكز الأولى طبعا سواء في العمومي أو نشئين ونشئات في المراحل من سن 13 14 15 16 17 18 19 سنة قدروا إن هم يحصدوا فيها المراكز الأولى واختتمت طبعا منافسات البطولة أمس في مجمع حمامات السباحة الخاص باستاذ القاهرة طبعا ده كان في مرحلتين 11 و 12 سنة والنكح طبعا فيها كل فرق النادي الأهلي في حصد المراكز الأولى وتسلموا طبعا الدرع العام للبطولة طبعا دي كانت كل الأخبار الموجودة معنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي سواء طبعا الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى اللي بالحقيقة بتحقق نتائج حقيقة شايفينها كبيرة جدا خلال الفترة الماضية بنتمنى لهم كل التوفيق في الفترة المقبلة أيضا وطبعا يعني كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم في مرحل المقبلة وخصوصا في دور دوري أبطال إفريقيا أشكركم جدا عودة لكم مرة أخرى نحن اللي بنشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة جزيل الشكر زمينتنا العزيزة مريم سميح من مقر النادي الأهلي بالجسد